اشتركوا في القناة عيد الام رب ارحم امي وامهات البشرية كلها الام ام في كل مكان وفي كل زمان في اي حتة الام الام هي المؤسسة العظيمة الكبيرة اللي بتبني وتأسس وتعلم وتربي لجال كل سنة وكل ام طيبة عايشة كل سنة وهي سعيدة بقولها من هنا من مصر للبشرية كلها كل سنة وكل ام طيبة وسعيدة كل سنة وانتي بتشعي نور بتشعي علم بجد الام حاجة عظيمة جدا كمان مني انا بصفة خاصة كل سنة وكل امهات الشهداء بجد طيبين امت بدور عظيم جدا 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 هزكل التاريخ الى ان تقوم الساعة كل سنة وكل ام في مصر في العالم العربي كل سنة وهي طيبة دي بس علشان خاطر بكرة عيد الام ما قدرش يفوت الكلام ده لكن هختص زوجتي واخوات البنات وكل حبيبي كل سنة وانتو طيبين ويا ربي دايما منورين ودايما فوسطينا وربنا ما يحرمناش ابدا 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 من حبكو وحنانكو بجد كل سنة وانتو طيبين لا صوت يعلو فوق صوت كورونا كورونا والألأ بتاعه في العالم اجمع اخبار للأسف سيئة بتجيلنا من اوروبا خصوصا من ايطاليا واسبانيا مشاكل كتيرة جدا لكن بالنسبة لنا احنا في مصر الدور اللي قامت به الدولة بجد لأول مرة لأول مرة نلاقي الدولة المصرية بجد وقفة في ظهر المواطن بقولها بصوت عالي المحنتين اللي احنا فيهم محنة السيول والعاصفة اللي حصلت الدور اللي قامت به الدولة وكمان شبابنا المحترم الجميل اللي كان في كل محافظة فيه شباب لعدهم العربيات الفور باي فور عربات الدفع الرباعي اللي نزلوا على الفيسبوك والسوشيال ميديا اسميهم وتلفوناتهم كمان لما نشدنا وقلنا افتحوا دور العبادة للناس اللي اتقطعت فيهم السبل مفيش مأوى ليهم الكل استجاب هنا بيبان معدننا اللي بنأكد عليه في ناس من بلدنا بيبان معدن المصريين بجد اتمدد اياد كتير صحيح الموضوع يعني ما منعناش كل الخسائر لكن على الاقل بجد قللنا الخسائر قوي 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 في الهجة بتاعة العصفة والسيولة اللي حصلت الفترة اللي فاتت دي كان دور عظيم جدا بجد للدولة قامت به يأكد لنا الكلام اللي احنا بنقوله عاوزكم تعرفوه والله اللي احنا بنقوله ان مصر رايحة لمكانة عظيمة مصر حط رجلها على الطريق الصح طيب نرجع لي كورونا والدوشة والقلق للأسف في قلة قليلة استغلت الموجة وعلوا الاسعار وكان كمامة زي دي كنا احنا بنستهتر بيها وكنا بنشوف ونقول دي حاجة بسيطة جدا وصلت النهاردة انها بقى طوق نجاة النهاردة لما تمشي في الشارع وتلاقي كله كده الموضوع مش صعب مش صعب لكن احنا النهاردة لما بنعمل كده بنقلل بنقلل فرص العدوى فناس استغلت للأسف الكمامة البسيطة دي وصلت سعرها لرقم لكن الدولة على طول اتحركت وبدأت على طول تحل المشكلة دي كمان الجوانتي تمام اللي بتبقى فرحان وانت ماشي في الشارع كده وشايف الناس الليقولك اللي وقفين في الصف الأول وبيحاربوا في المعركة ضد الفيروس اللي عين كورونا فالنهاردة لما احنا بنلبس ده بنتشبه بيهم وشرف عظيم جدا بجد ملائكة الرحمة وطباءنا العظام جدا جدا اللي وقفين بيحاربوا في الصف الأولاني فانا من ناس من بلدنا بإسمي وبإسم كل فريق العمل بجد بنشكر كل المنظومة الصحية الناس بجد اللي بتحارب وقفة في الصف الأولاني علشان يحاربوا ضد كورونا لكن نيجي لنا لناس بلدنا الناس الطيبين اللي أنا منهم يطر اتعلمنا إيه يطر اتعلمنا إيه لما خلاص لازم أععد في البيت ولازم أفكر صحتي قبل أي حاجة اتعلمنا إيه من كورونا أو بتعلمنا إيه المحنة بتاعة فيروس كورونا أول حاجة اتعلمنا أن الصحة طوقنا جاء الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء الصحة قبل أي حاجة قبل المنصب وقبل الجاه وقبل السلطان وقبل المال الصحة هي الأساس دا اللي اتعلمناه ويريت يا ربي اللي فكر فيه كمان نتعلمنا أن الإنسان دا كائن ضعيف شوفنا كبار أوي في العالم بيستغيسوا بقولوا الحق عشان تودعوا أحبابكو الناس بتتهزي ليها دول لما بيزروها وصل بيهم من هما يقولوا استعدوا علشان تودعوا أحبابكو نتعلم من كورونا أن الإنسان ضعيف أوعى تظلم أوعى تظلم أوعى تتجبر بجد بجد فيروس لا يرى بالعين المجردة هالدول العظيمة كبيرة جدا كمان نتعلم ويريت نفكر أن العلم 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 كل إمكانيات العالم سخرت تحت أقدام العلماء والبحث العلمي إلحقونا أغيسونا شوفونا علاج بسرعة والدول بدأت تتسابق كله العلم ثم العلم ثم العلم اختفى اليومين اللي فاتوا المليونيرات اختفوا النجوم اختفوا أصحاب البرندات أو الترندات على السوشيال ميديا من فنانين وفنانات والعيب الكورة ومطربين ومطربات كله اختفى كله اختفى وأصبح الكل بيدور على العلم والبحث العلمي هو الأساس وهو المهم اللي لازم نفكر فيه ونتعلم من كورونا لازم كمان نتعلمنا حاجة مهمة جدا بتنادي بيها الأديان التلاتة اليهودية والمسيحية والإسلام بتنادي بايه يا محمد بالنظافة النظافة النظافة النهاردة الكل في كل الدنيا بقولك النظافة اغسل إيديك خليك حريص النظافة لازم يكون فيه حاجة مرعبة عشان نمشي صح فتعلمنا من كورونا ولسه بتعلمنا يا رب ما تعلمناش أكتر من كده يا رب يوفق كل رجال البحث العلمي في كل الدنيا إن يخترعوا وبسرعة علاج يكون قوي جدا لكن أنا بقول على المنظور الإنساني علمتنا كورونا حاجات كتيرة للفترة اللي فيتدي يا رب نتعلم يا رب نركز قعدنا في البيوت جنب ولادنا قدام التلفزيونات الأب ببدأ ببدأ يقابل ولاده ويقابل بناته والأم بدأت تقعد بقدرنا نقعد في البيت نشوف بعض نتكلم مع بعض الحياة ما يلتفقلوا بالخير تجدوه هنخرج فاصل سريع وهنرجع علشان نستكمل برنامجنا ناس من بلدنا بعد الفاصل معايا حد من جوكر المبيعات لشركة طيبة هنتكلم في مهنة المبيعات وإزاي شبابنا النهاردة اللي بقول ما فيش شغل يلاقيها طوقنا جاء بالنسباله إن العمل في مجال المبيعات عمل قد إيه ممتع لكنه صعب فاصل ورجعين ورجعنا من الفاصل وهو اتفقلوا بالخير اتفقلوا بالخير بجد والله اللي بتفقلوا بالخير بيلاقيه بجد 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 وإحنا متفقلين خير بجد طبعا في برنامجنا فاتحين ملف الصناعة والتصدير وكنا مركزين الفترة الفاتت على رجال المبيعات لما نتكلم عن رجال المبيعات ومشاكلهم وهمهم واحتياجاتهم وحاجات كتير جدا كان لازم نبدأ طبعا بجوكر مبيعات شركة طيبة الرائع الرسمي للبرنامج اسمحولي أرحب بضيفي وضيفكم عبو التريكة المبيعات أستاذ خالد عبد العال مدير عام مبعاة شركة طيبة أنا مستوى خالد أنا مستوى خالد منهورنا في ناس من بلاء الله خليك رجل إيه الأخبار الحمد لله والله كله تمام والله إيه الأول الدنيا إيه في طيبة كده بعد الهوجة بتاعة كورونا دي عندك والله إحنا الحمد لله إحنا شغالين بانتزام كمصنع وإدارة بيع وإدارة مباعات والحمد لله إحنا في ظل الظروف اللي الطرق فيها مقفلة ومقفولة نظر لموضوع السيول فالحمد لله إحنا بنوصل البضاعة لغاية الوكلة بتكلفة عبق علينا ورغم كده عشان نبقوا ملتزمين مع الناس عشان طبعا الفترة دي لازم تكون السلع كلها متوفرة مش جديد على طيبة طبعا عليكم الانتزام طبعا مع الوكلة طبعا حتى لو الموضوع علينا احنا يكلفنا ماديا أكتر فالحمد لله إحنا الحتة دي مسيطرين عليها قوي يعني من ساعة السيول ومن ساعة الكورونا وإحنا برضو ملتزمين احنا بنبعت للناس البضاعة طب بس في سؤال الناس بعتولي طبعا على الفيسبوك وقالولي اسأل خالد عبدالعيل وقال له إزاي بتقنع بعض العملاء وهم في بعض العملاء موهمين من قصة كورونا ومش كورونا كده متخيل لما بيلاقي فيه إعداد وفيات في أوروبا وكده متخيل نفسه بوبكين نون وحاجة كده إزاي بتقدر تقنعه بالشرب والله هو الموضوع الفترة اللي إحنا فيها دي المستهلك بيجري على السلع يعني متخيل اللي خلاص المصنع دي هتقفل ومفيش حد يشتغل تاني ولا يصنع تاني ولا 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 إحنا الحمد لله إحنا بنوصل للناس الحاجة ومصانع مصر كلها شغالة على فكرة الحمد لله ما فيش ولا مصنع قفل ولا في شركة عرض أجازات لا ومش هيحصل طبعا ومش هيحصل عشان معلش إحنا لو قفلنا والدنيا قفلت الناس دي هتاكل تشرب إزاي ما دي الصلع الغزائية دي هالي الناس عايش عليها أنا على فكرة اللي بيحصل دلوقتي دي يا سيد خالد هخرج بس من الدار دي وهرجع لي الفاكر الهجتم في الوانزة الخنزير ودبحوا كل الفراخ وممنوع الفراخ تطلع من محافظة لمحافظة وفي كل الأكمنة ومداخل المحافظات بيقف طبيب بطري وحجره ممنوع الفراخ اللي بيضا تعدي من هنا ولا الحمرة تعدي هناك وفي الآخر استمرت الحياة وعاديت الدنيا أفضل بكتر من الأول فعلا وده حقيقة يعني هو ده حقيقة يعني عالش المستهلك دلوقتي ما شاء الله بيجري على السلع بياخد سلع تكفيئ زوه عشر تاين وعشرين يوم مع العلم الحاجة موجودة يعني السلع موجودة ما دير السلع احنا عايزين نبعاتها للناس اللي بتشوفنا دلوقتي انه مفيش داعي للتهوين مفيش ولا حتى التهوين احنا كرامنا ده ما بنهونش شركات مصر كلها يا سيد محمد بعد إذن حضرتك شغالة وبتنتج ماشي وبتبعت للناس للوكلة والتجار يعني في الشركة وقفة فالناس ما تقلقش فيه فيه مغزون وفيه رصيد وفيه وفيه الناس بتخش السلع ماركت عايزة تحول كله مع علشان كده احنا عاملين الحلقة دي علشان نقول للناس اللي بتشوفنا لا جميع السلع متوفرة وموجودة وما فيش حاجة تغلى الأسعار هي هي ما فيش شركة هتستغل الظروف اللي هي هتغلي الأسعار طيب دي طبعا كانت رسالة دي كانت رسالة طمأنينة بكل الناس اللي بتتابع ناس من بلادنا وكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي علم المبيعات تمام هل هو مقتصر على الشاب المحترم ده اللي بيبقى بالفان أو بالعربية وبيطلع بلف على المحلات أو السوبر ماركتات أو حتى لكشيك يعني في المجمل كده الناس حاب يعني عاوزة تعرف علم المبيعات ده هل هو يعني موهبة ولا علم ولا فهلاوة لا لا ما فيش فهلاوة لا ولا عاجة لا 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 دي موهبة طبعا بتبقى في الإنسان نفسه وبيتسقل بالعلم بعد كده يعني هو بي كمندوب طبعا شاب عايز ينزل اشتغل مندوب على فكرة مرتبات المناديب كلها أو مرتبات شركات المبيعات أحسن منها شركات تالية يعني المندوب ما عليش فيه مندوب ممكن ناخد أربعة وخمس تلاف جنيه كل شهر دي أول حاجة للشباب للشباب اللي لسه متخرج كمه على فكرة من بقى مدير مبعات شركة طيبة بيقول أن مندوب البيع مرتبه أحيانا بيوصل يوصل أربعة وخمس تلاف جنيه حسب الطرجة طبعا حسب الطرجة بتاعه حسب المجهود اللي بيبزله لازم يبزل مجهود طبعا أنا بس بقول الكلام ده للشباب اللي بقولك ما فيه شغل لا لا فيه شغل لا الشغل موجود ونقابة المبعات على طول بتنزل مطلوب مناديب مطلوب مناديب على طول وهي المشكلة كلها في إلة الخامة بتاع المندوب يعني إلة فعلا المندوب هو ده لو الشاب اللي عاوز يشتغل اللي عاوز يحسن دخله اللي عنده أساسيات رجل البيع الشطر يلتزم يلتزم في الشغل يلتزم الالتزاع سؤالي التاني على طول تمام مهارات مهارات رجل البيع الشطر زي أنا أقول أنا إن الشاب ده في يوم الأيام هيبقى مدير مبيعات تمام في يوم الأيام هيبقى مدير إقليمي تمام يعني أنا يعني اسمعت الحلقة اللي فاتت كان معايا الأستاذ عبد المحمدي وتكلم قال إن فيه شباب في العشرينات تمام آآ مسكين شركات دلوق مسكين شركات آآ فعلا دي حقيقة آآ فمهارات أو الصفات اللي لازم لابد من توفرها في رجل البيع الشطر والله هي الصفات دي يعني بتتلقص في الالتزام ده رقم واحد رقم اتنين الأمانة بتاع المندوب اللي بيشتغل تالت حاجة طموح لازم كنا عنده طموح أنا مشاهد ده المندوب طول عمري معلش أنا شايف فيه مشرف قدامي وشايف فيه مزير عايز طموحي ده يوصل لأكثر طموح اللي أنا أبودي المبعات الشركة تمام في فترة أسيارة الكلام ده كان بيبقى طموحنا احنا زمان احنا زمان لما دخلنا مهنة المبعات الحمد لله كان عندنا الأساس دي فتوعنا اللي هم حاليا دلوقتي الحتة اللي أنا بكملها للسيادتك اللي هي ايه فن ماشي مهارة ولا دراسة العلم معايا حضرتك فعندنا أمثلة كتير كان عندنا مديرينا الكبار الناس يسقلوا مهنة المبعات بالتعليم طب هو فيه تسلسل فيها من المندوب دي وبعد كده حد مسك منطقة والله هو الأول مدير فرع مدير منطقة حلو حلو هو الموضوع دلوقتي اتبسط على الأول خالص يعني بالعكس احنا دلوقتي كان زمان فيه مندوب أول ومندوب تاني ماشي حاليا دلوقتي المندوب بيبقى فوقيه مشرف والمشرف فيه مدير منطقة ومدير المنطقة مدير المبعات وفيه مدير عامل المبعات بتاع الشركة كلها فده تموح والإنسان لما بيوصل للطموح أكتر ومربحة ومربحة للشباب وبيأمن مستقبله وبيعمل الاسم دي على مستوى الشركات كلها يعني الموضوع مش لازم بقى يكون متخصص في حاجة لا 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 بالعاكس ويحضر دراسات لا 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 احنا على فكرة احنا غالبية غالبية مناديب المبعات بكاليس حقوق كاليس تجارة آه أهلسون كذا كلية شغال في المبعات وفيه المهنة المربحة اللي بتقبط كويس تمام بس يعادة اللي لازم توقف على الالتزام لازم الالتزام والأمانة والمهارة برضو وكان عنده يحبها لازم يحب الشغل لو حب مينة المبعات خلاص هتدي له خير هيبخير على بيته على عياله على أسرته وهتحول مستقبله من تحت الفوق طيب لما جيت تشتغل فيه المبعات تمام يا طرى فكرت في اسم الشركة ولا في منتجاتها ولا في المقابل المادي اللي انت هتاخده يعني الشباب اللي بتفرج علينا دلوقتي طلبت الجامعة والخرجين اللي بعد الحلقة دي حابين يشتغلوا فيه المبعات تمام تقول لهم ايه يعني لما يجي يختار هل يختار على المرتب ولا استقرار الشركة واسمها ولا المنتجات اسماء المنتجات بتاعتها والله هو هقول ساتك على حاجة بالنسبة للشركات فيه جاركات عملاقة ماشي والمندوب فيها ما بيبطش كويس يعني مش هنسكر بقى اسمها تمام اه طبعا وشايل الموضوع كله يعني شايل الموضوع كله بس فيها استقرار لك ما فيهاش اللي هي الحتة المادية اللي هي تكيفه يعيش حياته صح مع أصليته بالعكس احنا حاليا دلوقتي ما بيش بندور على اسم الشركة ايه يعني حاليا دلوقتي الشركة مثلا بقالها دي حتى مش موجودة بقالها سنة ولا سنتين ولا تلاتة لا احنا بنبص على إدارة الشركة وعلى المنتج بتاع الشركة اه ماشي بس هو لا بيتباع ولا لا الله ينور عليه عليه طالب ولا لا فهو ده اللي احنا بنجري عليه لكن حتت بقى تنمية المبيعات واللي انت تعملوا أرقام ول 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 دي شو غنيتنا احنا بقى رجال ببيع بس لازم الشركة تأمن الرجالة بتاعتها تأمنهم مادية يعني معلش المندوب لغاية من كم شهر المندوب كان 1500 جنيه معي طبعا ما تفتحش بيت 1500 جنيه طبعا انا يعني السؤال بيلح علي من اول حلقة ليه مهنة المبيعات مرتبطة تارجيت ما هي أصلك تكلفة ومصائف اه ايه الموضوع كله معلش انت بتديلي انا بديك 10 قرش العشر قرش اللازم انت تبيع بكذا علشان تكسبني وتاخد العشر قرش لكن لو ما عملتش التارجيت انت بتخسرني و بتبقى عبق علي كمان يعني بتخليني بدل ما ادفع التكلفة لا ادفع تكلفة زياد فعشان كده لازم يكون فيه تارجيت لازم لازم يكون فيه تارجيت لازم يكون فيه تارجيت عشان التكلفة والمصاريف اه ده الموضوع ده لازم انت عايز مدير وعايز مندوب وعايز عربية وعايز مغزن وعايز 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 حاضر خد بس لازم تبيعلي برقم 1 و 2 و 3 و 4 عشان تبطيلي التكلفة اللي انت عاملها طيب هل ينفع مندود مبعاة يلاقي المنتج بتاعه ماشي كويس والمنتج اللي هو بيبيع وكده يقدر هو ياخد مخازم بقى ويشوف عربات ويبتد يوزع وكده هقول لسانتك على حاجة يعني الحمد لله الكلام ده احنا في شركة طيبة لما نزلنا الصعيد والحمد لله احنا نشغالينا الصعيد كله في شركة طيبة فكان عندنا حتة في اينا كده يعني فيه بعض المحافظات بنقسمها لوكيل واثنين ففي اينا واحد احنا عندنا وكيل وعندنا اينا اثنين ما كانش فيها وكيل فلما نزلنا المحافظة بتاعت اينا لقينا فيه مجموعة شباب اتصلوا علينا وعايزين نغاد معاكم وإحنا جنا في الصعيد قعدنا معاهم فقالوا احنا عايزين ناخد توكيل شركة طيبة وإحنا على فكرة احنا مجموعة شباب شغالين في شركات وبطلنا من الشركات فيه بقى مندوب وفيه امين مغزن وفيه محاسب التلات شباب دولت يعني انتظروا عاملين زي شركة عاملوا شركة وإحنا ساعدناهم يعني هم عاملوا شركة وإحنا ساعدنا معاهم طيب الامكانات المادية بتاعتك ايه؟ المفروض مثلا امكاناتك بتباسين تربيع قالك لا انا امكانتي سين البشوانس حمى الصلاح بصراحة راجل فاضل وحب يشجع الشباب فدعموا اكتر ماديا بالبضعة اللي عنده وماشا الله شغالين من اول الشهر وعملين ارقام حلوة ونجحين يعني طيب بيجي هنا نجاح مندوب المبعاد بيتوقف على ايه؟ بيتفكر على ارقام اللي بيعملها رقم واحد على علاقته بالناس التجار اللي هو شغال معها لازم يبقى سمعته حسنة مش سيئة يعني معلش فيه برضو بعد المنذيب فيه سمعة سيئة وفيه سمعة حسنة والكويس اللي سمعته حلو هو اللي بيكمل هو اللي بيكمل وبيترقى وبيتشاف من مدير ومن صعب الشركة وبيتكيف ماديا بقى لانه بالتأكيد بيعمل ترجط بيعمل ارقام بيعمل ارقام يعني معلش تبطالي بمئة في المئة بصلي اعمل مئة وعشرة في المئة مئة وخمس اشار في المئة وعشرين في المئة فده احنا مش هنسيبه بالعكس تعالى ده احنا رقيه بقى من مندوب بتاخد كام أربع خمس تلاف لانه هنخليك مشرف تاخد عشر تلاف وخمس اشار الف طيب طبعا كان لك باع طويل جدا في بداية حياتك كمندوب نابعات عبدا متوصل المدير كبعات شركة كبيرة زي شركة طيبة يعني عايز اعرف منك كده على الهوى كده وبدون تحضير كده اطرف المواقف اللي عدت عليك وانت العربية معاك السواق ومعاك بضاعة اطرف المواقف كده اطرف المواقف بالنسبة كشعور يعني والله هقولي ساتك على حاجة ده بالنسبة للنصبين يعني ما انا هقولك بقى المواقف اللي هو كان فيه كان فيه نصب يعني العميل ده اتصل بالشركة طبعا مش هقولي اسم الشركة وانا عايز عربيت بضع فانا كنت مشرف مابعات مش مندوب فالمندوب جاي بيقولي والله فيه تليفون جانا كذا 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 وعايزين ايه؟ عايزين بضع طب العنوان فيه؟ اعطاني العنوان فحبلت العربية وانا اخدت عربية الملاكي والمندوب والسواق معايا بالعربية وروحنا عند مكان الايه؟ العميل فانا قلتولهم خليكوا برده انتم ما تخشوش ودخلت انا صليمت على العميل وانتا يا عم جيت تليفون الشركة منين وبتاع قال والله ده العملة كلمتني واش عارفه وبتاع طب افتع المغزن فتح المغزن ما لقيتش فيه اي بضع خالص 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 فالتوله على العملة العربية ساعة كده وإيه وجاية ففيه كافي كده جانب جانب المغزن على طول فبقوله المغزن ده قال المغزن ده لسه متأجر مبارا قال لي متأجر 15 يوم تمام معايا فحضرتك رح تراجع اللي بقال طوله حضرتك هنعزل الفاتورة كاش ولازم الفلوس تتحط في حساب الشركة الأول تيجي حضرتك الشركة تدفع الفلوس والبضاعة تجيلك تانيهم على طول أو في نفس اليوم طب البضاعة هنا في الوقت ده كانت فيه بضاعة أنا موقفها بره على الشارع بعيد خالص مرضتش تدخلها فطبعا الراجل قال لي خلاص طب البضاعة تيجي والفلوس تاخدها بضاعة تيجي قلت له لا 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 ده نظام الشركة لازم تروح الشركة تحطي الإداء وتاخد والبضاعة تبص لده داخلت المخازن قال لي خلاص ساعة زمن بالضبط ويجي وراك كلام ده حصل من من 20 سنة أو 16 أو من 18 سنة لغد دلوقت الراجل ما جاش لغد دلوقت وانا سبت بقى الشركة وانسبت كل يعني دي طرق النصب يعني اللي كانت شركة الموقف ده الموقف ده يخلي الشباب اللي بتفرج علينا أو شباب لازم المبيعات لازم يسأل على العميل اللي بيطلب بضاعة تليفونيا بالذات تليفونيا بالذات دي بتقلي على فكرة بس هل انت متخيل ان الشاب ده طبعا ببقى فرحان ان فيك كمية كبيرة مطلوبة لازم يسأل على التفاصيل العميل ده ايه والعميل ده بقى له كم سنة شغال في السوق والعميل ده متعسل مادية ولا لا فالحاجات دي مهمة جدا والله هو لو معرفش يسأل في المنطقة اللي فيها التاجر نفسه يسأل أصحابه في الشركات التانية أكيد يعني الموضوع مسامة يعني اللي ده سمعته سيئة العميل ده عشان ما يتورطش عشان المندوق يعني ايه ما اسمينا عن ملادين اتورطت معهمة في المبالغ كبيرة بس هي وبرده المندوق برضه بيبقى غلطان بيبقى عايز يعمل رقم عايز يعمل باحل ويراضي بها المشرف بتاعه ولا يراضي بها المدير بتاعه وفي الاخر تيجع على دماغه ما بش حد بشير غيره هو وطبعا بيبقى فيه إصالات أمانة في الشركة والشركة بترفع عليه موضوع كبير بس لازم عشان أنا أزل العميل لازم أعرف العميل ده إيه لازم أعرفه ميني لازم أعرفه الرجل ده موجود بقى له ديه في السوق بس هو دي الموضوع اللي لازم المندوق يخلي باله من الحتة دي أولا طب في الحالة دي المندوق مثلا طلع من القاهرة راح محافظة من المحافظات البيدة ملاش نرمي كله على الصعيد انا عندنا برضه اسكندارية ببيدة او انا بكلمك على عمومة عندنا مارسة مطروح بعيدة هو المندوق المبعاة دلوقتي معه بضاعة برقم تماما وموجود فحوظة كرة وراح لقى الوضع قدام منه يقلق يعمل ايه يتصد بالمدير بتاعه على صور لازم يكون فيه لينك بينه وبين المدير هو المدير اللي هيقوله تامي له يعمل المدير اللي لازم يكون معاه دايما احنا بنقول لما يكون فيه طلبية جديرة مطلوبة ما ينفعش المندوق يروح وقديها ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش لازم يطلع مشرف او مدير المنطقة مشرف المنطقة او مدير المنطقة اه لازم عشان طبعا لسه مندوق مبتدئ يبقى سهل اللي هو يضحك عليه في اي واضح طب نزل البضاعة طب تعالى المكتب خد الشيك طب تعالى خد الفلوس وانت بتنزل البضاعة وفي اقل من ايه من ربع ساعة ما بتليش البضاعة الى وروح ورجعت تاني المخزن شهتلاقي البضاعة بتاعتك هتلاقي طبعا حصل طبعا حصل كتير كتير في شركات كتير وياما منديب الضرب بسبب الموضوع ده فرجعا المندوق للعميل يطلب منه طلبية لازم يكون عارف اصل وففر العميل ده ايه رجل ده شغال بلد ده والمنتج ده شغال فعلا عنده ولا ياخده اي احرقه سمعته المالية عاملة ايه في شركات ليه عنده فلوس الكلام ده خلاص الصوبة ايه بقى صغير وبقى معروف بدأت الدنيا تبقى معروفة الدنيا تعرف خلاص الوحش بيطلع خلاص يعني غالب اللي بيوحش بيطلع مسوه بس في لسه التوابع بتاعته بقى بس طب يعني تفتكر ده دور مندوب المبعات ولا دور الشركة نفسها يعني النهاردة فيه اردر جيل الشركة تمام لهم ان احنا عاوزين مثلا بضعها بنص مليون تمام في محافظة من المحافظات لا هي الارقام الكبيرة دي مش بتبقى مع المندوب ولا المشرف كمان يعني دي بفي الغالب بتبقى مع مدير المبعات شخصية دي طبعا رقم كبير ما ينفعش اللي كشركة ييجي مندوب يقول للمدير الشركة او يقول لصعب الشركة انا عايز بضعه بنص مليون جنيه لا دا ماينفعش الكلام دا ماينفعش لا لكن ما بتحصلش لا 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 ما تحصلش لا دا لو حصل يبقى مندوب فاشل ومدير فاشل ومشرف في فاشل وشركة فاشلة اصلا يعني مثلا احنا بنقول انا مش هفرح بالبيعة اصلك انا مش هفرح اللي الراجل ميطلع بيع بليون جنيه والفلوس دي مش جاية لا تب انا ما ينفعش فلازم يبقى القيادة العالية في الشرك هي اللي تنفذ الشغل الكبير ده هي اللي اتفع عليه طب يبقى المندوب مهمته اللي هو يوصل بس الحاجة جميل انتو نجحكم في شرك الطيبة الفترة الاخيرة تمام وده طبعا ملموس والناس حتى في الصعيد بيتكلموا في الموضوع ده اكيد مش من فراغ لا طبعا مش من فراغ كان دور رجال تبيع بتوعك ايه والله اهل ستك على حاجة احنا بالنسبة للصعيد او بالنسبة للسيستم بتاع التوكلات اللي احنا شغالينه الصعيد زمان او اي اي وكيل بيهاب يشتغل في الحاجة السهلة الحاجة اللي هي اسمه معروف اللي الناس كلها عارفها ومتدولها عشان يعرف يكسب وكتابها والكلام ده احنا الحمد لله الفترة الفترة احنا نزلنا في الصعيد تواجدنا في محافظات الصعيد كلها والحمد لله احنا وصلنا النتيجة اللي فيه تجار كبار جدا من اكبر التجار في المحافظات ماشي وخصوصا محافظة اه سهاج اه يعني انت لما تسعى لحد تقول له اكبر واحد في سهاج دين او اكبر تاجر او اكبر وكيل اقول لك الحاجة حسن المهار او الحاجة حسن المهار تقول دكتور عمر المهار فالحمد لله احنا نجحنا في الحتة دي اللي احنا استقطبنا الكلام ده اوات تمام لدينا تليفون جنة من الدكتور عمر شخصيا دكتور عمر ده راجل من شخصات المحترمة جدا ودكتور في ادارة الاعمال وماشاء الله عنده كم هائل من التوكلات والنجاحات بصراحة فالراجل تكلمنا فده كان يعني كان مكسب لي هو ده النجاح بتاعنا بقى اللي التجار الكبار اوي كمال كله هو يتكلمك قول لك تعالى انا عايز توكيل الشركة بتاعتك يبقى انها الحمد لله شغالين على خطة سابتة وكويسة تمام ونجحة يعني فهو ده النجاح بقى نجاح اللي ايه للناس يا ما زي ما فهمتك كنت انا معي الشباب بدأت بيهم جميل ومعي الناس الكبار الحمد لله شغلت معاهم ده النجاح فيه سهاج لكن انا عارف ان انا برضو يعني فيه ارضية كويسة جدا جدا هناك والناس بتتكلم عن طيبة ونجحها الفترة فاتت انها مستحوزة على السوق هناك طيب اهم المنتجات اللي اسست او رسخت اسم طيبة في محافظة زي انا مثلا والله هو احنا المنتج الاساسي بتاعنا اللي هو السناكس ده اللي احنا يعني بنين عليه شغل تقيل اوي يعني بالاضافة بقي لمنتجات الصلصة والخلط طبعا تدخل على موسم رمضان فهتحتاج بقى صلح والخلط اه طبعا وشعب المصري طبعا ت 팀 اكل الحاجات دي بزاكل والاضافة بقي للتوابل والشوكولاتات وماشاء الله احنا في اتجاهنا ان شاء الله احنا الكلام ده اباشماندي الصلاح هتكلمنا فيه ام آآ في اتجاهنا اللي احنا هنصنع الحلاوة والطحيمة هيبقى بالاضافة للمجموعات بتاعتنا ان شاء الله بتاع الشغل بتاعتنا بتاني منتجات تاني جديدة عشان السوق فقاً فيه احتاج لحاجات ده طيب لما بتجوا تفكروا في منتج جديد تمام ودي حاجة فنيات شغل والسؤال ده اختياري مش إجباري تفضل لما بتجوا تفكروا في منتج جديد انت بتشوف رأي الوقلا بتوعك ولا إلت بتصنع وتقولهم خدوا لا لا لازم 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 رأي الوقلا ما الوقلا بتعط شركاء النجاح بتوعنا معلش الناس دي شركاء النجاح بتعهدنا المقولة دي يعني يعني عجباني جدا يا جماعة عنا ملالها سبط شوية وخليه السادس خالد يعيدها تاني اللي هي الوقلا ايه الوقلا شركاء النجاح في المنظومة بتاعتنا تمام هم أصحاب المصنع واصحاب الشغل كلهم وإحنا بنساعد معاهم يد بيد ويعني المجود كله إحنا بنبزله مع بعض وهو لازم ينجح نجاحه من نجاحنا تماما فمعليش هو اللي بيوجهك بقى هو عليه في السوق هناك أحسن مننا هو اللي هيقولك أنا عايزك هعمل لي صلصة كزا يعني نعمل صلصة مثلا يعني ممكن أنا النهاردة مثلا في الشركة عادنا مع بعض وقلنا هنصنع عبوات تماما مثلا نصف كيلو عبوات ربع كيلو ربع كيلو حاجات كده ممكن يجي لي وكيل يقولك لا اعمال لي أظرف مثلا أو عمال لي عبوات مثلا مية جرام مية جرام وتتعمل دليل ما ليش مشكلة نعملها له ما عندناش أدنى مشكلة ما ترامل حاجة دي فعلا السوم تحتاج لها أو المكان بتاعه والمحافظة اللي هو شغال فيها نعمله ما عندناش أي مشكلة حتى لو تعمله خط ينتج يا باشا ما عندناش أدنى مشكلة معلش ما هو ده المنتج ده ايا كان مكتوب عليه ايه طيبة طيبة اللي بتاعتنا احنا والوكيل مش هيقولينا على حاجة هتخسرنا لا ده الراجل شايف السوق عنده شايف اللي فيه منتج منافس بنفس الحجم وبنفس الكنية وعمل شغل حلو معايا لا احنا بننزل وبننزل احنا زيه جودته وقال منه ساعد فلازم ناخد أي وكرة ما عندناش أدنى مشكلة على فكرة يعني دي دي يعني دي حاجة جميلة جدا طلقتي بها النهاردة منك ان الأصحاب الشركات وأصحاب المصانع الناس اللي واخد فكرة معينة ومصممة دماغها وراحة في اتجاه واحد النهاردة مدير مبعاة شركة طيبة أبو تريكا المبعاة زي بيحب نسميه خالد عبدالعال بيقولي لا ده صاحب المصنع لازم يتناقش مع الوكلة والعمل بتوع علشان يشوف المنتج ده الشكل الوزن اللي هو فدي دي 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 معلومة جديدة بجدا اول مرة عرفها احنا بنعمل زيارات للمصنع من خلال الوكلة اللي هما بيجوا وبيقولولنا رأيهم ايه في التطوير تمام احنا نطور ايه طب نعمل ايه طب في رأيكم والحمد اللي ايه ملاحظة هما بيقولولنا عليها احنا بنفسها طب ترى المهان سيحمد صلاح عنده المرونة دي عنده ان هو بيقعد يسمع ويقولك ايه مثلا انا عاوز الخل ده بدل اللي عبوات كده دي انا عاوز عبوات نص انا عاوز حاجة سبري انا حاجة كده بسيطة التوابل مثلا بدلها عبوات ورقية اللي عاوز عبوات بلاستيك هل يعني يعني في مرونة باخد ود كده في التطوير احنا نصيحمد صلاح بصراحة الرجل ده اه مقدر موقف جدا وبيلتزم مع الناس وبيحب يسمع مع الناس التصورات دي كلها وبينفزها نعم وعنى فكرة احنا كلامنا ده رسالة رسالة لكل اصحاب المصنع والشركات خد رأي وكيلك خد رأي التجر يعني معلش احسك انت مش كل ما تنت كل واي انت جوها يتباع مش كل اللي انت هتصنعها هيتباع معلش ما دلوقت ثقافة المستالك اتغيرت معلش المستالك دلوقت فيه ممكن ما يكونش عايز كميات كبيرة عايز كميات على قد اليوم على قد اليومين على قد الثلاثة ما تجبرش المصنع اللي انت تعمل عبوات كبيرة وتدع المستالك مش هياخدها يعني حاجة مثلا سعرها 200 جنيه مثلا وفي حاجة سعرها 10 جنيه 15 جنيه هياخد بـ 200 جنيه ايه هياخد أمه 10 جنيه هيتكفل يومين التالي واعتقد الناس اللي بيصنعوا السامنة الفترة اللي باتت دي فجأت بيه السوق موجود فيه نظام أظرف زي زي كاس الصلصة بيكتب عليه بجليه وبتنين جنيه ده بتاع طبخة وطبخة ايه وده حاجة كويسة برضو ما هو السوق بص السوق انتو عندكم بتعمل الموضوع ده في البهارات وفي الصلصة احنا عندنا فيه منتجات بـ 50 جنيه لسه بيه حاجة بـ 50 جنيه فيه باشا معلش ما احنا لازم الناس دي نوقف معها برضا معلش انا اقولك ايه اللي وقت بقولك البشوانس عمد صراح والله بيدفع من جيبه تكلفة زيادة فوق النقل عشان نوصل الحاجة للناس في ظل اللي فيه بعض الشركات منعيني البداع عن الصعيد عشان الطرق متكسرة والطريق الشارع مش عارف في ايه والغرب في ايه و ايه و ايه و ايه لكن انت بتفحر وتحاول ما كنت بتوصل بايه شكل باشا انا بوصل بالصواج و انا من طريق البحر الاحمر ما دي تكلفة علي بس لازم ودي الحاجة للوكيل عشان الوكيل ينزلها للمستهلك ما ينفعش ما ينفعش اللي اقف حتى لو هيبقى على اخسارتي انا ما ينفعش اللي اقف بس لازم زي ما بيقوله كده بطل للنهاية بطل للنهاية وهو المشوان سامة الصلاح رجل بطل للنهاية مغامر يعني فعلا ماشي اتمنى بس هو الادات بحاول يجيبه على التليفون التليفونه غير متاح وواضح انه في مكان الشبكة فيه ضعيفة طيب هنرجع تاني دي رجال البيع طيب لما نيجي نقول منظومة الصناعة ونعملها كمسلس تمام نقول المصنع ونقول الادارة ورجال المبعد تمام بتبدي رجال المبعد كمbungة في نجاح المنظومة дewDER 100% 100% 100% طبعا يا عم أحمد يا صلاح خلاص انت تقعد بقى فالبيت transitions يا باشا ما صاحب المصنع هيصنع وهيرك الجم becomes طب على الشي ماذا صاحب المصنع يا باشا هيصنع وهيصنع هيصنع هيحط التصنيع بتاعه في المخاذب الادارة اللي هي في المصنع ادارة المصنع هتطلع الجودة واتطلع الكلام ده كله لكن احنا رجالة البيع احنا اللي منزل نبيع ياباشا طب والناس اللي على الطعم والشكل اتلغيتم جد قراص الناس دي هم اللي بيبدأوا الموضوع لكن احنا اللي بنجح الموضوع احنا بنجح الموضوع اللي احنا بناخد المنتج ده بنحويل الفلوس لا ده انا عزولكو خارد عبد العالم متقلق النهاردة يا جماعة والله يفاجئني كده بمصطلحات جامدة جدا يعني. بس اتمنى من اصحاب السركات يزبط رجال البامعات في المرتبات بتاعتهم. تمام. عشان فعلا والله بجد فعلا الرجال البيع مظلومين مظلومين مظلومين. يا سيد انا لو صاحب مصنع بقولها على والله فعلا. انا لو صاحب مصنع اللي هيكسبني يا شوله على دماغي. بدل ما هديله عشر هديله عشرين. طب انا اقول لك على حاجة اه المفروض في الايام اللي احنا فيها دي المندوب ما اقلش داخنا عشر تلاف جميع. اقول المندوب ده معلش مش مش زي زي المشرف زي زي فيه اصر وفيه بيت وفيه وفيه وفيه. قد المشرف كام وقد المدير كام. يا باشا كله بتتارجت ويشتغل بس اهم حاجة المندوب اللي عليه الضغطه كله يا رئيس. المندوب هو اللي عليه. في تارجت بس. مطلعش هلف طول النهار وارجع بالعربية في البضاعة. بص يا باشا اقول لك على حاجة. المندوب هو الوحيد اللي بتسئل من جميع الجهات. اه. الاجل بقى. مشرف يكلمه. ايه يا عم انت عامل ايه? انت بيع بكام? اه. انت فهم? طبعا للمندوب ضغط عليه. ضغط عليه. يبيع بقى الباع الغلط اللي انا بقولك عليها. طب يترك. لكن المفروض المشرف معلشي. اه. لازم يبقى اه وقف مع المندوب. وقف معه ازاي? قبل ما انزل الصبح. يقوله تعالى فيه طلبية اتنين تلاتة. وكمل شغلك انت من معاك. زي. بيساعده بالشغل. يساعده بالشغل. يروح للتاج للفلال تدي له كزا. روح للتاج للفلال تدي له كزا. روح. لكن حاليا دلوقت الضغط عشان كان المندوب ما بيكملش في الشركة شهرينه تلاتة وبيمشي. طيب. اه. اه. لكن المندوب بعد يزاك لو خاد العشر تلاف جنيه العافل بش ما نسا ما اصلاها يتخدم معاك على الموضوع انا نسا نسا عايز اقول اوه. خليش يا اي ده ريس. يبقاش المندوب لو اخد عشر تلاف جنيه مرتب. خاصة من بالله انت اللي قلت له بقى لي باتنين مليون جنيه هيبقى لك باتنين مليون جنيه. طيب. اه. عشان الوقت اللي بداهمنا بس. اه. اعاوز كده في تلاتين ثانية. فكرة هل فيه امكانية لتأهيل او تدريب اه من مندوب المبيعات. انهما ما اعوش فيه اه حوادث نفت في حاجات زي كده. والله انا بتسيب كل واحد هو نصيبه. لا لا لا. لا هو بصراحة فيه حاليا دلوقتي الاستاذ احمد المحمدي اللي هو مؤسس نقابة المبيعات. الراجل ده بصراحة عامل كل حاجة اللي هو يطلع اه من عنده مندوب شاطر. تمام. هو مندوب اه ملتزم وامين وحريص. فهو الراجل بيعمل دورات فعلا عنده في اه في وش الخير و و احنا في ناس من بلدنا على فاكرة بنغطر الموضوع ده متابعين اه. ما انا بقول لحضرتك يعني فالرجل ده بصراحة تاك جدا جدا في الموضوع دوت احمد المحمدي اه بدول الالقاب طبعا عشان احنا اصحاب مع بعض نوامين زمان. تمام. وحتى فكرة النقابة ديت اه كنت اه انا كنت معامل بداية خالص. كنت معامل بداية بس بصراحة هو اه ساب الدنيا كله وركز في الموضوع دوت. هو طالما فيه الهامير كبيرة جدا دي ليه الرجال المبيعات. فبالتأكيد المنظومة والنقابة اكيد في دورهم. يعني انا بيعملهم اجهود جبار. اه. اجهود جبار بصراحة يعني معلش اه. احنا هدفنا الصناعة المصرية بجد انا اه الوقت الاسف بيداهمنا والستيس غالد والحوار معك الشيق ومطع والنهاردة. حبيبا. طلعت لنا جمل كده خلاص هتبقى ترندات بعد كده. انا مشكورك جدا على وجودك معي. حبيبا. حبيبا. وبعتذر لكل اللي كان بيحاول يتصل بالتليفون. احنا بس كنا منعين تليفونات عشان خاطر. فاتحين ملف المبيعات. مش في الصناعات الغذائية. وبس احنا بنتكلم على الصناعة كلها بصفة عامة. ايس على كده ديهانات. ايس بلاستيك. ايس ملابس. ايس كل الصناعة المصرية. حوارنا النهاردة كان عن دور رجال المبيعات في نجاح منظومة الصناعة. علشان نوصل للتصدير ويبقى في عندنا برندات مصرية. ده هدفنا في ناس من بلدنا. بشكركم جدا انتهت حلقاتنا بسرعة. لكن ما انتهتش خدماتنا. يظل ناس من بلدنا دايما في خدمة بلدنا الحبيبة العزيزة الغالية مصر. وكل لناس بلدنا للصناعة. دلوقتي درع وصيف في ناس من بلدنا. بشكركم جدا. اشوفكم الاسبوع الجاي. قبل دلوقتي بساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.